الوحدة الخامسة بتتكلم على نظام تكاليف المراحل الانتاجية البروسس كوستيج محتويات هذه الوحدة بندرس نظام تكاليف المراحل الانتاجية المفهوم المشكلة الرئيسية في نظام تكاليف المراحل الانتاجية أنواع المراحل الانتاجية أعداد تقرير تكاليف المرحلة اللي هو يطلق عليه البعض التقرير الشامل لتكاليف المرحلة التالف في المراحل الإنتاجية أمثلة تطبيقية نظام تكاليف المراحل الإنتاجية المفهوم Process Costing Concept في نظام تكاليف المراحل الإنتاجية المفهوم يطبق هذا النظام في الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الكبير المستمر الذي يتصف بالنمطية الإنتاج الكبير المستمر الذي يتصف بالنمطية لو نتذكر في وحدة سابقة عندما كنا نتكلم عن نظام تكاليف الأوامر كنا نقول أن صناعة الأوامر تعتمد على المواصفات التي يحدثها العميل يبقى لا تنسى في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية كنا نعتمد على المواصفات التي يحددها العميل يبقى كنا لا ننتك في نظام الأوامر إلا بناء على المواصفات التي يحدثها العميل أما في الشركات التي تطبق نظام المراحل الإنتاجية فإن الإنتاج كبير مستمر نمطي متشابه نمطي يعني يتميز بالتشابه بين الوحدات أمثلة الشركات التي تطبق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية شركات صناعة الغزل والنسيج دي من الشركات التي تتصف بالمراحل شركات تكرير البترول شركات تصنيع الأغذية ويتميز نظام الإنتاج في المراحل الإنتاجية بالتتابع من مرحلة إنتاجية لأخرى كما في الشكل التالي لو عندنا مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة نفترض أن الإنتاج بيمر على ثلاث مراحل كل مرحلة من الثلاث مراحل بتبدأ بصفر في المية وتنتهي عند مية في المية بداية صفر في المية أن المرحلة بتبدأ بالمواد الخام تظل تصنع فيها حتى يتصل المادة الخام إلى مستوى تصنيع مية في المية يكون هذا الإنتاج تام بالنسبة للمرحلة الأولى ولكنه غير تام بالنسبة لمرحلة التالية فكل مرحلة لها مدخلات ولها مخرجات فمخرجات المرحلة الأولى التي تمثل إنتاج تام اللي هي إنتاج تام المخرج اللي هو يمثل إنتاج تام بالنسبة للمرحلة الأولى يحول كمدخلات للمرحلة الثانية ثم نستكمل التصنيع حتى يصل إلى مية في المية يبقى المخرجات هنا في شكل إنتاج تام المخرجات اللي طلع في شكل إنتاج تام بالنسبة للمرحلة الثانية تكون مدخلات للمرحلة الثالثة ثم تصنع حتى تصل إلى مستوى تام وهذه المرحلة اللي هي النهائية يبقى هذا الإنتاج التام يدخل مخازن الإنتاج التام يعني لأنه دي مثلا في صناعة صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال كأحد الصناعات التي تطبق نظام المراحل ففي المرحلة الأولى مثلا تسمى مرحلة الغزل حيث نأخذ القطن الخام وندخله إلى مكان يتحول إلى خيوط غزل يبقى الإنتاج اللي طالع هنا نسمه خيوط غزل ده يعتبر خيوط الغزل دي تعتبر إنتاج تام بالنسبة للمرحلة الأولى خيوط الغزل دي تدخل في المرحلة الثانية اللي هي اسمها مرحلة النسج مرحلة النسج حيث تحول خيوط الغزل اللي استلمناها من المرحلة الأولى تحول للمرحلة الثانية وتصنى خيوط الغزل في مرحلة النسج وتخرج في النهاية إلى أثواب ثوب من القماش أثواب القماش دي هي تعتبر مخرج تام إنتاج تام بالنسبة للمرحلة الثانية ولكنه يدخل في المرحلة الثالثة كمدخلات اللي هي مرحلة الصباغة يبني عندي مرحلة الصباغة نأخذ ثوب القماش ثوب القماش ويسبق بالألوان المطلوبة أغدر أحمر أصفر حسب الألوان المطلوبة حتى يخرج القماش النهائي القماش النهائي ويخزن في مخازن الإنتاج التام مرحلة الغزل ثم مرحلة النسيج ثم مرحلة الصباغة ودي عملية تتكرر باستمرار لذلك تتصف العمليات في صناعة المراحل الإنتاجية بالنمطية ويصبح على محاسب التكاليف أن يحدد أن يحدد متوسط تكلفة الوحدة على مستوى كل عنصر من عناصر التكاليف لكل مرحلة إنتاجية يعني في المرحلة الأولى بنلاقي عناصر التكاليف مثلا مواد وجور تكاليف إضافية اللي هي مصرفات أخرى هذه العناصر التكاليف تحدث داخل كل مرحلة وتكون مهمة محاسب التكاليف أن يحسب نصيب الوحدة من كل عنصر من عناصر التكاليف التي تحدث داخل كل مرحلة من المراحل الإنتاجية